طيب نروح بقى للأهم عشان نتطمن على فرقتنا القليل والاتحاد السكندري مباراة صعبة لان كمان ترتيب وضع المباراة في اللحظة دي بيزيد من صعوبة المباراة ليه؟ هو أنا لو هلعب الاتحاد في المباراة الأسبوع التاسع في توقيتها كتفرق عن دلوقتي أه تفرق ليه بقى؟ لان طبعا فكرة الدور الأول ونتاج الدور الأول وليه هتكون حاسمة في الفرق اللي هتشارك في إفريقيا أكيد هتفرق دلوقتي الاتحاد على أقل مثلا محتاج نقطة يعني بصوا جماعة الاتحاد مثلا لعب 16 مباراة نقصة مباراة مؤجلة مع الأهل مباراة مع مين مع الأهل عنده كامل الاتحاد من 16 مباراة 27 نقطة المصري خلص كل مباراة الدور الأول عنده 28 نقطة مبي 29 نقطة سموحة الأرقام قريبة من بعضها فالاتحاد عايز نقطة عشان الكون فيدرالية شفوا بقى أهمية المباراة دي الوقتي تفرق إزاي لو كانت المباراة دي تلعبت من فترة ترتيب ووضع المؤجلات ممكن ما يكونش فيه عدالة للنادي الأهل ليه؟ لأن لو قلت على لعب الاتحاد وقتها غير ما على لعب الاتحاد دلوقتي دلوقتي الاتحاد في يعني في أشد الاحتياج لنقطة نقطة توصلة للطولة كرية هنا بقى إيه؟ الخلل في نظام المسابقة وفي المنافسة اللي كان الكل بيقولك في صلاح الأهل أهو دلوقتي مش في صلاح الأهل حد واخد باله من النقطة دي محدش خد باله من النقطة دي ترجمة نانسي قنقر